لو يسألك سائل ويقول هل أنت موحد؟ ايش تقول؟ يقول ما هو التوحيد؟ يقول بين لي التوحيد كيف أكون موحد مثلك؟ ما هو التوحيد الذي أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد؟ والذي كفار مكة أبو أن يقوله به يعني أبو جهل يعرف التوحيد صح؟ والله يعرف وأبى أن يقول لا إله إلا الله فرعون أبى أن يقول فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام أبو جهل رأس الكفر يعرف التوحيد وعندنا أناس يدهون الإسلام وينعرف التوحيد الآن لو جاءنا كافر وراد الدخول في الإسلام هل يكفي أن يقول لا إله إلا الله بلسانه؟ والله ما يكفي لابد من قول وعمل واعتقاد إذن التوحيد ما هو؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا معناه أن التوحيد ثلاثة أقسام القسم الأول من التوحيد التوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير الثاني توحيد الألوهية توحيد العبودية توحيد العبادة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله أو إفراد الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد الثالث توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعقيل ومن غير التكيف ولا تمثيل يا أخوان نحن طلاب الطالب يحفظ التعاريف التي أتى بها العلماء كما هي حرف بحرف لو قلت في تعريف الأسماء والصفات من غير التعريف ولا تعطيل غير تكييف ولا تشبيه التعريف خطأ إذن لابد أن نضبط التعريف الشرعية كما ذكرها العلماء أصبحت عالم عرف اللي تريد أما الآن أنت عالم أو طالب طالب لابد تشير على التعريف التي ذكرها العلماء والله أعلم